تقتك يا برج القوس يعني في عندي شوية لخبطة فممكن تكون يا برج القوس مهتم بحياتك العملية او ممكن تكون في عندك مسئولية او مرتبط او يعني في عندك شغل فالشخص اللي انت بتحبه او بتفكر فيه انت حاسس انه بمر بمرحلة من اللخبطة او الانفصال او حاجة فيها وقت اختيار بالنسبة له فممكن تكون شايفه انه روحاني او انه بيتواصل معك روحيا لانه فعلا بيتواصل معك روحيا بشكل عالي كمان والشخص ده باين انه في الوقت الحالي واقف مستني ومنتظر الوقت المناسب علشان ياخد خطوة وهو حابب يعمل توازن وحاليا هو مشغول بحياته المادية كمان يا برج القوس طلع لك ورقة يعني راح نشوف ورقة النصيحة لانه بشوف انه عنده علاقة بالقراءة يقول لك انت دايما تتقفي ربنا وربنا بيوجهك ازاي وعارف انه ربنا اللي بيوجهك يعني انت محتاج تخرج وتتفسح وتفرح وما تتوقفش عندي كده وتعيش حياتك فالورقة بتقول لك لو حد مثلا طلب منك انك تتكلم فما تتكلمش حتى تفكر بكلامك هل هو كلام منطقي حقيقي فيه رحمة لطيفة فواضح عندي يا برج القوس انك هاي الفترة بتفكر كثير كمان الشخص اللي انت بتفكر فيه ده بيمر بضروف يعني ضروف صعبة كمان عنده انشغال جامد يعني هو مشغول كثير وطلعت له ورقة بتقول يمكن فيه اشياء واقفة بيناتكم واقفة بين علاقتكم او ممكن حتى انكم تكونوا فيه علاقة زوجية وانت متعلق في الوضع هذا والشخص ده ممكن يكون فيه علاقة فعندي طاقات كثيرة في عندي طاقات طلعالي في القراءة كثيرة كمان طلعلك ورقة يا برج القوس بتقول لازم انت تركز في الورقة اللي طلعولك بخطوات صغيرة ولكن خطوة خطوة هتلاقي في التغيير كبير حصل يعني بخطوة صغيرة منك رح تلاقي في تغيير كبير حصل فالشخص ده طلع له ورقة بتقول انه انسان طيب وروحاني جدا وانسان مهتم بالناس اللي حواليه وهو مش فاضي يعني مشغول مش فاضي يهتم بنفسه هو بيهتم بالناس اللي حواليه او بشخص معين وغالبا هتكون انت لانه طالعلي ورقة انه بيفكر فيك كثير اهام اوي وكمان هو بيفكر انه لازم يهتم فيك لانه حاسس انه مدلكش الاهتمام اللي انت تستحقه وما كانش وما كان بيهتم بيه كل فترة الماضية كمان هو عارف وحاسس انه انت وشايفك كمان انه انت انسان طيب وقلبك حنون وحاسس جواته انه في صداقة عميقة جواتكم انا بحاول يعني اتكلم بلغة تفهموها لانه لهجتنا احنا صعبة لهيك انا عم حاول اشرح لكم بلغة تفهموها كمان عم شوف انه في حاجة في حاجة واقفة بينكم واقفة بين الارتباط تبعكم فممكن تكونوا انتم من بلاد مختلفة طوائف مختلفة او ممكن يكون واحد فيكم متزوج وحتى لو كان صحيح رح يكون غالبا هيكون هو وممكن يعني يكون الاختلاف في العادات والتقاليد الطريقة اللي تربيتوا فيها المدينة اللي انتم منه فممكن تكون انت شخصيا مقبل على الارتباط او تفكر ترتبط لان هو نفسه انت شايفه مرتبط فانت كمان بتفكر ترتبط ولكن انت متعلق مع هذا الانسان في علاقة حب كبيرة جواتك اما هو حاليا فبيحاول يزبط نفسه بيحاول يزبط نفسه ومشاعر اتجاهك فمشاعر اتجاهك هي مشاعر ناضجة وكمان هو عارب انه في طريقة تانية يقدر من خلال انه يقرب الموضوع بيناتكم وعلى فكرة هو حدا متواصل معاك جدا روحيا وبيفكر فيك كتير طالع لي ورقة انه بيفكر فيك كتير وشايفك انسان اكتيف كتير وصريح وواضح وبتتكلم بطريقة مباشرة وشايفك كمان انسان بتحب الخير كمان هو يعني شايفك انه عصب شوية ومتسرع وعايزه يتصرف بسرعة او يجي بسرعة هو عاوس وبيفكر فيك طول الوقت كذلك انت شايفه انسان جميل وكويس يعني انسان جيد جدا وشايفه من عالم اخر يعني مختلف عنك سواء من بلد ثانية او الطريقة اللي انتو تربيتوا بها هي طريقة مختلفة عنك وانت كذلك شايفه حلو والانسان ده ممكن يكون مسافر لاني وقفت الفيديو حاولت اطلع الورقة عشان اتأكد اكتر طلعني ان頻道 الجميع البحر تركيا كذلك انت شايفه انه انسان ناجح وعايز بك بصراحة اه كذلك عندي انه الشخص هذا خلال الشهر خلال هذا الشهر يحب دياله لك غيزيد غيزيد بزاف يعني هيزيد كثير وتفكير اتجاهك هيزيد فاذا كنت وانت لسه بتحبه بعضه ومتصرحتوش لانه فيه طاقات كثيرة عندي يعني طاقات مختلفة او حتى انكم بتحبوا بعض ولكن ما تصرحتوش وانت حاسس انك حبيته من اول نظرة فهو بيفكر فيك كمان فيه عندي فيه طاقة منفصلين كمان هون ورغم الانفصال فيه حب حتى هو لسه ما تصالحتوش فخلال الشهر ده يعني هو هيبقى داخل في طاقة الحب فيه مشاعر اتجاهك مشاعر خياضة رح اطلع ورقة اشوف خلوني مشاعر خياضة ايبا فيه مشاعر طلعت لكم ورقة وانت حاليا في الشهر هذا غتبقى مهتم بحياتك الشخصية وبنجاحاتك يعني هتحاول هيك ونجاحتك العملية لاني شايفة انك عايز تستقلب حياتك وتحس انك مش محتاج لشي واحد يعني مش محتاج لحد وبتعمل كل حاجة لوحدك كذلك انا شايفة انك حتطلع للحياة وده الشي الصحيح لانك كل ما كنت انسان ايجابي الاشياء الاتابية بتيجي لحياتك قلتلك انا شايفة انك حتطلع للحياة للطبيعة الطيور تتفسح ممكن تكون حتسافر بلد تانية يعني ممكن تتفسح او مدينة تانية تغير جو ولكن انا شايفة انك عايز تبقى لوحدك تقدي وقت مع روحك مع نفسك لوحدك فرح نطلع ورقة ورقة خليها شوف شو رح تسئلك الورقة هالورقة طلعت لك مرة تانية خلي شوف خليلي شوف يعني كأنه في عندك سفر قصير طلعت لك وزقة سفر قصير في خلاف يعني حول سفر قصير عندك باين عندي انك متلخبط يا برج القوس وحاسس انك مش عارف تفكر او تحسن الموقف الموقف دا في القصة هذه فممكن تكون حاسس ان الشخص دا ملخبطك مش عارف تفهمه كذلك في ناس منكم بيفكروا انه الشخص هذا مش موجود او بعيد عنكم او بتشوفوه يعني كأنه بعيد ما بيفكرش فيكم يعني انتو بتفكروا هيك او ظروفكم مش مناسبة وانت بتفكر انه العلاقة دي مش ماشية كذلك اها خلينا شوف احشوف لكم الشهر هاده الورقة دي تلعت لك ثاني شو مشكلة الورقة هاده هاده قراءة عاطفية وش لازم تطلع الورقة هاده خلوني اتمنى في فلوس ريالك يا برج القوس او في هدية رح تجيك فواضح انكم خلال الشهر هذا ان شاء الله هيكون في ارتباط بينكم هيبقى في تواصل هيبقى في تواصل روحي عالي بينكم وفي كلام اه اه وهو هاده الموضوع هيجي من الحبيب يعني هو اللي حيتحرك هو بيفكر يتحرك فالحبيب حيتكلم معاك وحيقول لك كلام حلو يعني طلعت لك ورقة هاي الورقة اه وحيعبر لك عن مشاعره اه ولو كان هو متباعد او ده حب جديد فهو برضو حيقول لك مشاعره ايه اتجاهك والعلاقة دي حيكون فيها شفاء كمان ممكن انتو تشتغلوا مع بعض في حاجة ممكن تعملوا حاجة تشتغلوا فيها مع بعضكم وتعملوا اتفاق فاذا كنت انت زعلان منه في حاجة اه فالورقة بيكون لك اسبر عليه لان الشخص ده بيحبك كتير برد برد يعني الظروف اللي صارت بغض النظر هذا اول مصطلح صحيح بغض النظر عن الشي اللي صار لان الشخص ده حاسس انه ما كانش عاطك اهتمام وحاسس انه انت محتاج اهتمامه ومحتاج انه يعطيك وقت اما انت يا برج القرص فحتكون مركز على حياتك وامورك العملية وحتكون حيكون بينكم تواصل روحي فيه اتفاق فيه فرصة انكم تعملوا توازن وتوافق طالع عندي انكم حتتكلموا مع بعض هالمرة بطريقة مختلفة والشخص ده حيقرب حيقرب عليك بالحب وانت في الفترة هادي متل اخبط ومش عارف الانسان ده يعني ماذا يريده منك بالضبط من رغم من انه عاجبك الشخص هذا عاجبك وانت شايفه حاجة كبيرة الكارت اللي طالع علي بيقول لك الموقف هذا انت محتاج تكون مشاعرك ناضية ومحتاج التقى في العلاقة واضح انه فيه لخبطة كبيرة في العلاقة هادي كمان بيقول لك فيه ناس كويسين يعني مناح فاذا كنت قلقان من الشخص هذا وبتفكر الشخص هذا عايز مني ايه لسه بيحبني ولا لا ايه اللخبطة دي ليش بيعمله ليش بيتصرف هاي الطريقة فانت ما تقلقش منه يعني ما تكون قلق منه لانه الشخص ده مشغول في حاجات مع اسرته ومشغول في حاجات ثانية وهو حاسس انه مدكش الاهتمام وحاسس انه لازم يعيد حساباته اتجاهك لازم يعيد حساباته معك وبيقول لك الورق هنا انت ممكن تعتمد على النصائح من الناس اللي حواليك لانهم ناس كويسين يعني جيدون كويسين وفي حد منهم حيسعدك وحيساعدك انك تطلع من اللخبطة دي عشان تغتاح كمان بيقول لك الورق الشخصي ده اللي انت بتفكر فيه انت تقدر تتقفيه وتعتمد عليه كمان ممكن انت تكون الشخصي ده لانك شخص طيب وانت شخص يعتمد عليه ويقدر الانسان يعتق فيك وانت قادر انك سد نصائح فانت يا برج القوس الشهر ده حتبتدي تزبط نفسك وحتبقى في طاقة استقلالية في نجاح عملي عالي عمشوفه عندك كمان حتبقى ظاهر في منتهى الجمال يا جمال ويا برج القوس حتبقى عندك ثقة عالية جدا في نفسك في هذا الشهر هذا كمان كذلك عندي كارتين هاد الكارتين لما يطلعوا مع بعض كمان هون لما يطلعوا مع بعض خلوني شوفتكم يعني انه حيكون عندكم تواصل روحي عالي وحيكون عندك نوع من التسليم هتسلم الامور لربنا وغادي تبدأ الثقة تزيد يعني الثقتك راح تزيد عندك في اتجاه الشخصي ده حقيقة يعني بشكل عام الشخص هذا شخص منيح كتير برد بالنظر عن العيوب وعن الشغلات اللي سواها فهو جواته جواته شخص منيح وما عندوش نواية سيئة اتجاهك ولا انت صراحة بصراحة العلاقة هادئة علاقة هادئة سواء كنتو تصرحتو او ما تصرحتوش بالحب او حتى لو كانت علاقة طويلة ولسه ما تكلمتوش عن الحب او في وضع تاني يعني وضعية تانية لانه هو عندو مشاكل تانية في حياته ودلي مخليه بايع مش عارف يتصرف برد النظر انه عاقد جدا وروحاني جدا انا سأقول لكم الابراج اللي ظاهرة عندي في القراءة منيح عندي برج الجوزاء برج الميزان كمان برج الجوزاء او الابراج الجرابية يعني مش كثير برج الدلو الدلو طلعاله قراءة منيحة كمان في طاقات نارية ممكن تكون طاقتك انت كمان في طاقة مائية سرطان عقرب حوت في طاقة هوائية فخلال الشهر هذا وممكن نزيد عليه شوية حيكون في تواصل روحي عالي جدا حيكون في تواصل روحي عالي جدا تفاهم بينكم بدل اللخ بطع اللي انتوا فيها سيبقى في شفاء لانه الشخص ده عايز يديك اهتمام هو حاليا غارق في تفكير شنو هالتفكير اللي غارق فيه بلنا تأكد أكثر هالتفكير اللي غارق فيه هالتفكير اللي غارق فيه هالتفكير اللي غارق فيه خلوني تأكد ما علي الشخص ده قلت لكم هو غارق فيه عم بيفكر عم بيعمل اختيار لانه في طرف ثالث والطرف الثالث من ناحيته هو هو بيفكر يحسم الموضوع ويحسم امر الطرف الثالث الطرف الثالث ده وياخد موقف من العلاقة هالي كمان ما اكذب عليكم رح قولها الملاحظة عم شوف هون في كأنه في ناس عم يدعو الله طالع الورقة هون مشان حبيبهم عم يدعو بصراحة رح قلكن عم يدعو بالزواج يتزوجوا هالشخص ويعيشوا حياة سعيدة في ناس عم يدعو حمل يكون عندهم ولد في مشاكل عم شوف طاقة الدعاء طالع هون وما اكذب عليكم طالع عندي ورقة تبع استجابة الدعاء هاد الورقة هذي ورقة كأنه في تفكروا في السفر في خلاف حفل السفر هذه الورقة طلعت لي ثلاث مرات سوف أرى هذه الشغلة وانا وانا خلصت يا الهي هذه الشغلة حلوة لا لا خلاص شغلتكم حلوة قلت لكم انا عم شوف هون في طاقة دعاء كبيرة في عندي انا انت مو مشكلة اكمل هالشغلة هذي اللي شفتها هالطاقة الدعاء هالانسان هذي او الانسان هذي عم يدعي بشو عم يدعي كأنه في زواج كأنه في أوراق رسالة توصلوا من الحبيب فانا حب خبروا انه هون طلعت عندي ورقة استجابة الدعاء وكملت القراءة لا اتأكد طلعت الورقة التانية نفس الورقة نفس الدعاء اللي دعاه اللي عم تدعيه طلعت لي وطلعت لي الورقة في زواج يعني في استجابة وفي أخبار حلوة رح توصلكم يعني هذي أوراق هذي أوراق مبشرة كتير وطلع طلع على الشخص اللي بتحبوه وسط الأخبار الحلوي وسط يعني ورقة الزواج خلوني أشوف لكم شو رح يطلع هالشي اللي طلع عندي أخبار حلوة أخبار حلوة برج القوس يعني في أخبار حلوة جاي لكم يا برج القوس والله هالورقتين بثلاثة فالهم كتير حلو في أخبار حلوة عن الحبيب رح توصلكم فأنا حبي تشيل هالنقطة عشان القراءة تكون كاملة عندي فربنا معاكم يا برج القوس قلوا لي ايه رأيكم في القراءة وتركوا لي تعليقات عشان أعرف ايه الأخبار وما تنسوش تعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم